السلام عليكم ورحمة الله القدر من الأشهر الذي مره بعد ثورة 25 ناير حتى الآن سمح لنا بأنه نطالع وجوهنا بشكل جيد في مرآة الحقيقة وبأزعم أنه كشف لنا عن حقيقة لا بد أن ننتبه إليها وهو أننا جميعا خرجنا من تجربة النظام السابق بتشوهات مختلفة كلهم في مجاله وعبرت عن نفسها في العديد من السلقيات الحاصلة في الشرع والمجتمع المصري الفكرة الأساسية اللي أنا بأدني فيها هذا التقدير بتتلخص في أنه نحن جميعا أبناء بيئة اجتماعية وسياسية واحدة رغم أننا قد تختلف مرجعياتنا الفكرية والسياسية ولكن في نهاية المطاف نحن تربينا في هذه البيئة وبصماتها بصماتها شكلت إدراكنا وأثرت علينا بدرجتنا أخرى إذا كان فيه سمات سمات يمكن أن نطلقها على النظام السابق فلابد نستطيع أن نقول بغير مبالغة أنه اقترن في في هذا النظام الذي مرن به أمران الاستبداد والفساد ابن خلدون له رأي بيتحدث فيه على أنه الاستبداد مؤذن الظلم مؤذن بفساد العمران والكواكب في كتابه طبقة الاستبداد بيحكي على أنه كيف أنه هذا الاستبداد يفسد كل شيء من الأخلاق والطموح والدين والعلم وإلى آخره ولا يترك شيئا في مناحي الحياة إلا وأثر عليه بدرجتنا أخرى ده بيعني أنه نحن الذين عشنا خلالها طوال تلك الفترة في ظل ذلك النظام القمعي الذي تسمى بالفساد والاستبداد خرجنا جميعا وبيوتنا من زجاج ربما يزداد الأمر تعقيدا إذا أدركنا أنه النظام استمرت 30 سنة متواصلة على الأقل وهذا ما سمح له بأن يجري عملية تفكيك لمفاصل المجتمع وإعادة تركيب لتلك المفاصل مرة ثانية وده لم يبدو فقط أنه في سلوك المؤسسات الرسمية والكيانات المتصلة بالدولة لكن أيضا تبدى بشكل أو آخر في سلوك مختلف القوى السياسية صحيح أن بعض أنصار النظام السابق يحدثوا عن عدد الأسواق التجارية والمنتجعات وخطوط التليفون وخطوط الإنترنت وإلى آخره ولكن ليس هذا هو العمران الحقيقي هذا نستطيع أن نقول عمران إنشائي أو استهلاكي العمران الحقيقي بيقاس أيضا أو بالدرجة الأولى بمجموعة منظومة القيم الأساسية الحاكمة للسلوك القوى السياسية والمعاملات بشكل عام يعني للتدليل على هذا نستطيع أن نقول أنه ما يجري الحديث عنه الآن عن استحواز وتهميش وأقصاء وإهدار أحكام القضاء وهو إلى آخره نستطيع أن نقول أنه ينسحب على الجميع ونستطيع أن نقول أنه القوى السياسية طبعا ما فعلته السلطة السياسية في السنوات في ظل نظام السابق مفهوم لكن أيضا القوى السياسية القوى السياسية أو عناصر القوى السياسية التي أتيح لها أن تتمكن من المواقع مختلفة وخصوصا مواقع الثقافة والإعلام السياسة كان بتحتكرها النظام لكن القوى السياسية الأخرى كان بتحتكر مواقع السياسة والإعلام مارسوا هذا الإقصاء بدرجات متفاوتة أيضا ليس عندي دفاع عن هذا الموضوع لكن أنا أريد أباك فقط أنه شخص العملي فيه نبازك كتير اللي استطيع أن نحكي فيها للصبح تدلل على هذا وأنا ليه تجربة شخصية فيما وجهته خلال تلك السنوات ولكن أنا هحكي على تلت شواهد على الأقل فطول السنوات الماضية فالتغار الإسلامي الذي كان مستهدفا وتستهدفه عملية الإقصاء بالدرجة الأولى لم يسلح لأحد منه أن يحصل على جائزة الدولة التقديرية وهذا الإقصاء كان يتم من خلال توافق بين بعض المستقفين وجهاز أمن الدولة هؤلاء لابد أن يخرجوا تماما من الصورة الشيء الآخر أنه أنا لا أريد أن أذكر أسماء لكن أذكر أيضا أنه في أحد الجمعيات أو منظمات الخليجية التي كانت تجتمع كل سنة لها مجلس الشيطياري يجتمع كل سنة لمنح الجوائز لبعض المستقفين رجل العام أو شخصية العام أو آخره كان فيه عدد من المستقفين يصرون على حزف أي اسم شخصية إسلامية ترشح للجائزة وكان منهم أحد المصريين الذين يعزونا الآن في القبول الآخر والدولة المدنية وآخره وقد صار وزيرا في وقت اللاحب شيء آخر حتى في موضوع القضاء أنا بذكر في موضوع قصة الدكتور فرج الدكتور نصر أبو زيد أنا كنت ضد يعني محكمته أو محاسبته بهذه الطريقة ولكن النقطة الأخرى أنه القضاء من القضاء الأدنى إلى القضاء الأعلى مستنى للنقطة أيد إدانته في هذا كمية المقالات التي انهالت ونشرتها الصحف في تسفيه القضاء والحديث عن اختراقه وما يسمى بأخوانة القضاء كانت غزيرة جدا في تلك المرحلة والذين قاموا بهذه العملية في ذلك الوقت هم أنفسهم الذين ترحبوا ترحيبا شديدا بحكم محكمة دسترية العليا الذي قضى بحل مجلس الشعب لمجرد أن الأول كان ضد الهوى والثاني كان مع الهوى أنا لا أريد أن أبرر استحواذا ولا إخصان لكن أريد أن فقط ألزم أدلل على الفكرة التي أدعيها وهي أنه الكل خرج مشوها وعليه ندوب بدرجة أخرى ولا بد أن نلاحظ في هذا الصدد أن وزير الثقافة الحالي أدى بتصريح نشرته وإحدى الصحف صحيفة المصر اليوم في يوم سبعة ديسمبر سبتمبر الحالي ألفي أنه لم يستعن بأي إخواني في أي موقع ثقافي كأنه أراد أن يقول أو يطمئن الذين يتوجسون أن أنا أقصيته قررته إقصاء أي واحد بصرف النظر يصلح أو لا يصلح هذا موضوع آخر لكن الهاجس أنه هؤلاء ينبغي إقصاؤهم فالذين تم إقصاؤهم يردونهم بالإقصاء وبالتالي دا يعزز الفكرة اللي أنا أدعيها وهو أنه فيه نحن لدينا تشوهات جعلت كل واحد يمكن يرى في الآخر يعني فكرة شيطانة الآخر حاصلة ليس فقط من جانب الإسلاميين إساءة الآخرين والآخرون أيضا يشيطنون الإسلاميين الحقيقة يعني فكرة قسمة المدنية والقوات المدنية والدينية تعزز هذه الهواجس أنه هؤلاء في قوة دينية تتعارض معها قوة مدنية الأمر الذي أظن أساء إلى القوة المدنية لأنها ليست ضد الدين وليست ضد التدين ولكن خلافها سياسي الدين ليست طرفا فيه للأسف الشديد وجدنا أن الإسلاميين ينظرون إلى العلمانيين والليبراليين والإسيريين نظرة سيئة الغاية فيها قدر كبير من سوء الظن والتشوه ووجدنا أيضا لبراليين وعلمانيين ينظرون للإسلاميين أيضا نظرة تتسم بذات القدر من سوء الظن ولا يرى الإسلام إلا أنه منغلق ومتشدد ويتسم بالغباء والآخر وربما يلاحظ كثيرون أن الرسوم الكاريكاتورية التي تقدم الشخصية الإسلامية في هذا الزمان لا بد أن يكون تقدمه بشخص ملتحي سمين يتسم بالغباء الشديد والتخلف والآخر المهم أنه إيه؟ هذا السوء الظن المشترك نشئ عن ماذا؟ أولا في ظل النظام السابق لم يدح لأحد أن يعرف الآخر لم يعمل أحد مع الآخر لم نشترك فيه هم مشترك وبالتالي ظلت المسافات متباعدة بين مختلف القوة وأنا أظن أنه كان نظام حريص على هذا أن تحدث فجوة أن لا يعرف أحد الآخر وربما لو رأاه أو تعامل معه أو يعني اشترك في الشيء ربما يتبين أنه إنسان عادي ليس هذه الشيطانة التي حدثت لا محلة لها وبالتالي يتبين بأنه كان في حالة من التشوه المتبادل التي كرستها القطيعة أو المفاصلة التي استمرت طوال الفترة الماضية فحدث التوجس بين متدينين وغير متدينين وبين مسلمين وأقباط وبين إسلاميين والبراينين ويسارين وعلمانين وهذه الفكرة التي تدعونا إلى أنه يرى كل منا الآخر أولا بحجمه الطبيعي ثانيا يتعامل معه بغير شيطانا إذا تعامل باعتباره أنه كائن طبيعي فيه خير وشر وينبغي أن نسعى إلى أن نجمع الخير بعضه إلى بعض ونخصي الشر قدر الإمكان والشر موجود على الجانبين والخير موجود على الجانبين هذه الروح أظن أنها غابت طول الفترة الماضية لسبب أن أرجعه إلى غياب ثقافة يعني نريد أن نبني مجتمعا ديمقراطيا دون أن تتوفر لنا ثقافة ديمقراطية ولا مشاعر إنسانية عادية ولكن موضوع الشيطان كان مهيمنا طول الوقت إذا تعرف كل مننا على الآخر وإذا رأى فيه الخير والشر والإيجابي والسلبي ربما يكون هذا بعثا على الثقة والاطمئنان والحرص على أن يجتمع الخير كله بعضه إلى بعض وأن يكون منطقة التعامل هو الجمع وليس الطرح بمعنى أن نجمع ما عند الجميع القوى السياسية والفكرية بمختلف مشاربها أن نجمعهم في ما يخدم الصالح العام ويرتقي بهذا الوطن وكل من يتجنب أو يعذر الآخر إذا كان وجد فيه شيء سلبي ولكن القضية الأساسية هي كيف تتلاقى الأيدي انطلاقا من ثقة متبادلة وهذا لا يتم إلا بالتعارف الذي كان لم يكن متاحا طول السنوات الماضية وأنا أظن برغم كل ما يقال عن تجربة مجلس الشعب الحالي أو يعني انتخابات أو اللي احنا مررنا بها إنها أتاحت للبعض أن يقتربوا للبعض وليس الكل وإن كان هناك حرص من جانب آخرين على تعميق الاستقطاب وإشاعة الشيطان ولكن على الأقل قليل من الناس وتيح لهم أن يكتشفوا الآخر بغير تعسف وبغير شيطان نحن مطلوب الآن إذا أردنا إذا صح هذا التشخيص الذي أدعيه أننا كلنا لنا نواقصنا ومن كان بلا نقيصة فليقدم نفسه على أنه هو له الكمال ولهذا أنا شايف أنه إذا اعترفنا بهذا سيدعونا هذا إلى بعض التواضع وكثير من الثقة وكثير من الاحترام المتبادل الذي يسمح للآخر رغم اختلافنا معه بأن يستمر في أدائه الإيجابي أو يسمح لنا بأن نستخلص من كل طرف ما لديه من إيجابيات حتى يكون حصيلة الإيجابيات التي يلتقي عليها الجميع تصب في مصلحة البلد أنا في مرة سابقة تحدثت عن أنه بمناسبة كلام عن موضوع تعديل المدى الثانية بالدستور وتطبيق الشريعة وإلى آخره قلت بصراحة دعونا نتصارح أيضا ونعترف أن المجتمع ليس مهيئا بتطبيق الشريعة ودعونا نتفق على المجموعة مما يمكن أن نتفق عليه من قيم مشتركة يلتقي عليه الجميع ولا تؤدي إلى تفتيت المجتمع أو زيادة الشروخ فيه ودعونا إلى فكرة إن كانت قياسا على حلف الفضول الذي أقامه وجهاء قريش قبل ظهور الإسلام بعشرين عاما واتفقوا فيه على حماية الضعفاء فأنا قلت أنه لماذا الآن نسعى إلى إقامة حلف بين القوى السياسية على هو مشترك الذي يحمي المصالح العليا والقيم العليا في هذا المجتمع التي تحقق أيضا المصالح الأغلبية الفكرة دي أنا بأسحبها على ما يسار هذه الأيام على موضوع النهضة الذي أظن أن موضوع النهضة هو عنوان كبير ولكن لابد أن نتعامل معه باعتباره قضية مجتمع وقضية مستقبل ولا أحد يستطيع أن يحملها بذاته ولكنها هو مشروع أمة ومشروع الجميع وبالتالي لا يستطيع أحد أن يحمله أو يرفع راياته أو يقيم قواعده وقوائمه منفصل عن الآخرين ولكن نحن قبل أن نتحدث عن النهوض فنحن نتحدث عن أمل في أن يتعافى هذا الجسم وبكلام آخر الثورة المصرية أحدثت في 25 نهاية جراحة كبرى في هذا البلد ولازلنا نحن بعد هذه الجراحة نمر بمرحلة التعافي التي يستجمع المجتمع فيها قوة ويتعثر في بعض الخطى ويستقيم في خطر أخرى ولكن في الآخر لم تعد لم تتوفر له العافية القادمة لينطلق بطاقاته الطبيعية وليحمل هم المستقبل بكامله ولهذا أنا ظني أن موضوع النهضة أكبر مما تحتمله طاقة المجتمع في الوقت الراهد ولكن كان رأيي ولا يزال أن نحن نحاول أن نلتقي على مجموعة من الأهداف المتواضعة التي تحتملها طاقة جسم وكيان لا يزال يستجمع قوة ولا يزال في مرحلة النقاة لأنك لا تستطيع أن تتصدى للمشاركة في مسابقة للأولمبياد أو رفع الأثقال في حين أنك أنت خارج من جراحة بسيطة جراحة قوية لم تستطع أن تستعد فيها الحيوية اللازمة أنا أريد أن أقول في القلاصة أن أي مريض لن يستطيع أن يتعافى ويعالج علاق حقيقي إلا ترفى أنه بالفعل مريض وأنا بأدعو إلى هذا الاعتراف نحن جسم لا يزال يتعافى نحن لدينا نواقص ولكن لدينا حلم كبير ويحتاج هذا الحلم لأن نتعارف ونثق في بعضنا البعض ونتخلى عن الشيطانة وأن نقدر الظرف بحيث نقدم الأهداف التي يحتملها هذا الظرف وأظن أن لدينا فرصة جيدة لهذا ولدينا طاقات كبيرة تستطيع أنها تحمل هذا العب لأن الحلم أكبر من أي طرف بذاته وحلم أمة كبيرة بحاجة بمصر يصل تعدادها الآن 90 أو 91 مليون كما قيل تحتاج منا نظرة أكثر إيجابية وأكثر إصرار على أن نتحرك جميعا باحتشاد وطني يحفظ لقوة قوامها وللمجتمع تماسكه والأمر الذي يقاربنا من تحقيق الأمل المنشو أصبع على خير ترجمة نانسي قنقر